بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أعزائي المشاهدين في لقاء جديد معاكو دكتور أحمد البرباري استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية الحقيقة اخترت النهاردة موضوع أعتقد أنه هو يهم قطاع عريض من السادة المشاهدين الناس اللي هم اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي أكيد دايما في عرض معين هو أن يقوله رجلي ورمة دايما بنسمع كلمة رجلية ورمة دي بتؤرق الناس الناس بتتخض لما رجليها تورم بتخاف بتبدأ أنها تتجه للدكتور وهي في حالة من الضعر أو الخوف الرجلية ورمة يا دكتور وغالبا المريض اللي بيقول رجلية ورمة ده بيتجه لدكتور القلب والأوعية الدموية فهل كل تورم في الساقين أو في الرجل أو في القدمين هو مرض في القلب أو الأوعية الدموية؟ نشوف الإجابة واحدة واحدة نقول إيه؟ نقول إنه هو لما المريض يصف كلمة تورم الساقين أو تورم الساق أو القدم المريض ما يعرفش يفرق أبدا بين إذا كان التورم ده تورم تجمع سوائل يعني ممكن نقول مجازا مية سوائل مش مية مش ووتر يعني سوائل أو إنه هو ممكن يكون جلطة في الساق أو ممكن يكون كدمة وعملة تجمع دموي أو ممكن يكون التهاب أو مرض في الأوعية الدموية أو ممكن يكون ممكن يكون أسباب متعددة الأسباب المتعددة دي النهاردة إن شاء الله هنشرحها ببساطة شديدة تورم الساقين هل هو بيكون عرض لأمراض القلب؟ نعم ممكن أمراض القلب تيجي بتورم بالساقين أنهي مرض في القلب اللي يعمل تورم في الساقين هجاوب على السؤال ده قبل ما أقول إن القلب من الممكن أن يكون أحد أسباب تورم الساقين لازم الأول أتأكد إيه التورم اللي في الساقين دي بالفحص يعني الطبيب لازم أفحص المريض عشان أعرف ده ده تجمع سوائل ولا تجمع لنفاوي ولا هو جلطة في الساق ولا هو التهاب في أوردة الساق ولا هو خبطة أو كدمة أو تجمع دموي أو ورم يعني خلايا بتنمو بصورة غير طبيعية ممكن في الجلد بتاع الساق ممكن في العضلة أو في العضلات ممكن في العزام يعني ممكن يكون كنوع من أنواع الورم مين اللي هيقدر يعرف ده إيه؟ هو الطبيب الطبيب لما بيفحص العيان بيقدر يقرب من التشخيص يقدر يعرف إذا كان ده مية أو سوائل في الساق اللي اسمها إديمة وممكن يعرف إذا كانت ده جلطة في الأوردة العميقة بتاعة الساقين أو الساق وممكن يبقى عارف الدنيا ماشية إزاي فمن هنا بنقول إن المريض هيكشف A هيتجه للطبيب A لكن يتخض لأ ليه؟ لأن في أسباب سهلة جدا وملهاش قيمة وممكن تعمل تورم في الساقين أعتقد إن إحنا زي ما قلنا ممكن يكون الأمر جلطة وممكن يكون التهابات وممكن يكون كادمة الأمور دي مش هنخليها موضوع حلقتنا النهاردة بس هي من الأسباب وهنركز في إن اللي في الساقين ده تجمع سوائل أو مية في الساقين إيه اللي ممكن يخلي فيه تخزين مية زيادة في خلايا الساقين اللي ياسمها الانترستيشيا أو الانترستيشيا الفلويد دي إيه اللي بيخليها تيجي؟ عشان تيجي مرض إما مرض عام يعني مرض بييجي للجسم كله زي أمراض القلب أمراض الكبد أمراض الكلة وبعض الأمراض اللي هي نتيجة حساسية أو تجمع مية زي لو حد خد الكورتزون بيعمل الواصول تووتر ريتنشن فبيخزم مية وفي حاجة اسمها أورسوستاتيك نتيجة كتر الوقفة في حد ذاتها يمكن يعمل مية في الساقين هل المية في الساقين كلها درجة واحدة؟ لا في مية بسيطة وفي مية متوسطة وفي شديدة معايا اتصال وهقول الفرق بين الثلاث درجات ألو إزاك يا حاجة محمد نحمد الله ونشكر فاضل احكيلي أنا حضرتك عندي كان عندي جلطة في السدر اسمها اسمها المهم جلطة في الشريان التاجي وعملت توسيع في الشريان التاجي بعد إذن بعد إذنك وطي التلفزيون عملت دعامة يعني اسمعني في التلفزيون ايوة رجل اليمين هي اللي بتورم بس ايوة 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 رجل اليمين هي اللي بتورم بس وبتل ها هقول ايه تاني اقول اللي نفسك فيه انت عادي هاقولي باخد علاج للقلب اه وعضر القلب عملت آخر إيكو عليها بانت إن هي بعيفة ايوة ممكن توطي التلفزيون اهو 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 من كده عم روح بي عشان نقف طيب الحج رجب وهنجوب عليك انتم الاتنين مع بعض اقولي حج رجب السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام انا بحيك يا دكتور بحيي فريق الأداث المحرم ومشاهدين في مقناة صحة وجمال يا فندم والله احنا اللي بنحييك يا سيد والله بتفيدونا في حاجات علوة في الصعيد خل بالك الصعيد بتعجبكم جدا يا دكتور والله ده شرف لنا الله يباري فيك يا دكتور والله انا عملت رسم قلب الأيكو وعلى صدري برضك وعلى جسمي كله عندي سخانة سخانة دي حاجة فضيعة فريقية نهاردة لها سنتين ثلاثة وبعدك كده ومنذ سنتين ثلاثة كان قالولي عندك ذيك في القنوات العصبية الشوكية دكتور وعملت العملية برضك ونفس السخانة دي قاعد يا دكتور نار مولعة فانا معرفش السخانة دي من ايه سخانة يعني سخونية لا سخانة كده مش سخونية في جسمي تحس كده ان فيه بص في رجلية المكان ايش احطها في جرد بمية ساجعة حتى اللي هي اتهتها شوية تحتامن وهو في مشكلة خلبهاك يا دكتور برضو الله يباري فيك يا دكتور في مشكلة في العنقية هل يكون من الغضريف يا دكتور حاض الله يباري فيك يا دكتور ربنا يباري فيك يا دكتور تحتامن السؤال الاولاني هنمشي فيه في نفس موضوع حلقتنا هل كل ورم في الرجلين في الصاق في القدمين هو قلب هو مرض في القلب اه ولا لا وهل كل امراض القلب بتعمل تورم في الرجلين او في القدمين اه ولا لا اولا ليس كل تورم في الصاقين او في الرجلين هو مرض في القلب لانه احتفقنا ممكن يكون من الكبد ممكن يكون من الكلا ممكن يكون حساسية ممكن يكون سوء تغذية ممكن يكون تجمع مياه لأي انكاء سبب كان ممكن يكون اسباب ممكن يكون من الوقفة زي ما اتفقنا طيب ايه بقى يبقى وممكن يكون القلب ايه المرض اللي في القلب اللي يعمل تورم في الصاقين تورم الصاقين ده بيبقى جزء من 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 بطولوجي اسمه سيستيم الكونجيشن اللي هو احتقان عام الاحتقان العام لا يحدث الا في ضعف عضلة القلب والتأثير على النصف القمة من القلب يعني الزلحة الصدرية مش من اعراضها ان هي تعمل تورم في الصاقين لا الزلحة الصدرية اعراضها واجع في الصدر اعراضها ممكن ممكن لكن لو الزلحة ادت الى ضعف عضلة قلب وقتها ممكن تعمل تورم في الصاقين يبقى تورم الصاقين ما ننساش ابدا انه هو بيبقى نتيجة ضعف عضلة القلب اذا كان القلب هو السبب يعني اذا لم يكن هناك سبب في الكبد سبب في الكلة سبب حد بياخد كورتزون حد اللي هو بيتحركش البيت ريدن ده دور الدموية الطرفية مش بتحرك كويس فبيبدأ الدم او الاكزودات ده بيبدأ المية تنشع من من الشعرات الدموية يحصل تجمع للسوائل من في الصاق طيب يبقى كل مريض لما بيجيلي دايما حقيقة بيحصل ان يجيلي مريض فقط جاي يشتكي من ان رجليه بتورم وبسهولة جدا بقدر اعرف اذا كان ده من القلب ولا لا وابسط حاجة ان ممكن لو احنا فكرنا بالراحة الدورة الدموية عشان تمشي من القلب تتجه الى الصاق ويرتفع الدم تاني من الصاق الى القلب الدورة الدموية دي بتحتاج كفاءة معينة بيشترك فيها القلب والاوعية الدموية فمن الممكن ان الاوعية الدموية دي مع السن وكتر الوقفة بيحصل شوية ان هي كفاءتها بتقل الاوردة والشعارات الدموية دي كفاءتها بتقل مع الوقفة الطويلة والسن الكبير يعني لو حد وقف كتير قوي فالدم ده بفعل الجاذبية الارضية بيصعد لفوقه بس بصعوبة اكتر من لو هو فارد نفسه او رجله بتتحرك وبتنقبض وبتنبسط عضلات الصاق او انه هو بيرفع رجله لفوق او انه هو مش بيقف فترات طويل وطبعا الشاب يقدر يقف فترات اكتر من السن الاكبر الطفل يقدر يعني الطفل صعب يجيله تورم في الصاقين لو وقف لكن مثلا حد فوق الخمسين فوق الستين ممكن لو وقف فترة طويلة لو كان مدرس لو كان بيشتغل شغلة بتتطلب منه وقفة فترات طويلة ممكن يجيله تورم في الصاقين الى حد ما وده سبب سهل جدا وماهوش حاجة مرعبة احنا بنقوله بس ارفع رجلك لفوق بس ده طبعا بنعرفه ازاي بعد ما نشوف القلب بعد ما نشوف الكلا بعد ما نشوف الكبد بعد ما بشوف بنفسي ان ده فعلا اديمة ده مية ولا ده ممكن يكون ورم حقيقي ورم زيادة نمو خلايا غير طبعية ممكن تكون سرطانية او غير سرطانية دي حاجة الدكتور بيقدر يعرفها بس هي مش مش كتير قوي يعني المية اللي في الصاق دي نسبتها اكتر بكتير من الاورام والكلام ده ايه تاني ممكن يعمل زي ما قلت انه هو في درجات يعني في سوايل متجمع يدوب لغاية الانكل لغاية المفصل الانكل وممكن يكون لغاية مفصل الركبة ودايما تبقى المية دي في الاتنين في النحيتين لان القلب مش معقول هيعمل لجهة ويسيب جهة مفيش كده ممكن يبقى جهة متأثرة عن جهة شوية لكن لازم تقى في الجهتين لو في جهة واحدة ادور على الاسباب اخرى زي حاجة في الاوردة نفسها بتاعت صاق واحدة ممكن يكون انسداد بطريقة ما ممكن يكون زي ما قلت خبطة ممكن يكون التهاب في الاوردة بتاعت صاق من الصاقين لو هي في رجل واحدة لكن الاتنين يبقى ده قلب عشان القلب هيأثر على الصاقين مش هيروح واحدة ويسيب التانية الكبد هيأثر على الصاقين الكولة تأثر على الصاقين مثلا في دواء مشهور قوي دواء ضغط اللي هو يعني اللي هو اسمه مغلقات الكالسيوم مغلقات الكالسيوم دي من الادوية المشهورة اللي هي ممكن تعمل عرض جانبي تورم في الصاقين وبيبقى هو عرض جانبي شكلي وليس مرضي يعني هو مش مؤثر على الكبد ولا مؤثر على القلب ولا مؤثر على الكلا لكن هو عشان بيعمل قفل مباشر لمستقبلات الكالسيوم فيقفلها كمان في الاوعية الدموية الطرفية وبيحصل ويصغرين وطبقا ليها لما نعرف السبب لو هو عامل ازعاج للمريض ممكن اغير الدواء ده خالص لو هو المريض مرتاح الدواء ومش عامله ازعاج قوي وهي حاجة بسيطة خليه يستمر وفهم ان ده حاجة مش بتخوف ولا حاجة ممكن ايه كمان بيعمل تورم في الصاقين ممكن زي ما قلت ادوية تانية زي الكورتزونات الكورتزون ده بيعمل سلط اندويتر تنشان بيعمل تخزين للمية والاملاح في الجسم فلما بيعمل التخزين للمية والاملاح ده ممكن يؤثر بصورة او باخرى على ان يحصل مية في الصاقين عايز اقول ان في تخزين مية او مية او تورم في درجات متفوتة درجة بسيطة درجة شديدة لغاية ما بنوصل لحاجة اسمها جنرالايز ان المية تملى الجسم كله وده بيتطلب طبعا علاج مكسف او اكثر او كده طب احنا من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن سيدة المشاهدين يقدروا يساعدوا نفسهم يقدروا يعرفوا اذا كان ده مية ولا مش مية ان هو يضغط على التورم ده بصباعه كده لمدة خمس ثواني ويشيل صباعه لو هو فضل المية دي الحتة الورم دي غرسل تحت بدا يدل ان فيه سائل هنا قديمة لو مفيش يبقى ده ممكن يكون سمنة تخر مش لازم بيقى مية ولا حاجة والمريض بيتهيق لو مش وقت داله معنا اتصال ام لليان هيام اللي استاذة هيام علو ايوا ايه لو سمحت انا حضرتك كان مقاعدني هو بلعب بالكورة فخبرني في رجل في الكورة بكورة اللي هي تقيلة كفر اه ورمت فجأة وبعد كده عندي السقيم من ساح طبعا ورمت فجأة وبعد كده اللي ورم روح بس لسه بتوجع اه اه ألف سلام عليك هي دي طبعا كادمة والكادمة دي اه يعني بقى لها ايه يا استاذة بقى لها ايه يا استاذة يعني ممكن تاخدي حاجات مضادة للالتهاب اه ولو ما خفتيش ان شاء الله هتخفي لو ما خفتيش يبقى راجعيني او راجعيني تاني لكن ان شاء الله هتخفي دي كادمة واضحة جدا دي كادمة وهتاخدي علاجات للالتهاب وممكن تاخدي مراهم للالتهاب وكده تبقى كويسة خالص إن شاء الله اي حاج ممكن تقوله على النوع دور ايه تقوله على النوع دور اي مضاد التهاب يعني ممكن تروحي للصيدالي هتورها له هيديك مضاد التهاب حتى ممكن مرهم بس مش لازم حاجة قاس تحت أمرك يا حاج معاي الأستاذة إيناس ايه السلام عليكم عليكم السلام بعد إذن حضرتك يا دكتور أنا عندي ضربات في القلب بالزيد لما بتعصب وبتعصب جامد يعني ايه وبعد كده بيحصل عندي شكلة في رجلية كده من عند سابع سابع رجلي لعند فوق لعند الرجبة كده شكلة من الجلد من جوه مش منبرز من جوه يعني حضرتك فاهمي؟ فاهم جدا ايه بس فمقلقة من الموضوع ده في حد بقولي أملاح وفي حد بقولي تعمدي كم سنة؟ نعم؟ عندي كم سنة؟ عندي 35 أي قبالة لدي الحالة دي عندك؟ يعني من حوالي عن سبع أو ثمان شهور أي يعني هو الوجع بيزيد مع المشي؟ لا لا خالص هو عنا أيام ما كنت في الجامعة هي كانت بتورم رجلية من تحت كده من عند القدمين كده من فوقيها على طول بس لكن الموضوع ده ما جاليش بقاله فترة بقاله على حوالي عن أكتر من عشر سنين يعني لكن دلوقتي بتحصل للشكة دي اللي هي جوه للجلد نفسه من جوه فيه سكر أو ضغط؟ لا حضرتك طيب هو أنت بتشتكي شكوتين شكوى منهم اللي هي ضربات القلب السريعة بتقولي مع العصبية أو كده وده شيء منطقي بيحدث مع العصبية إن ضربات القلب بتزيد والضغط بيزيد شوية عشان نقدر نتعصب براحتنا يعني فالحل هنا أن أنت تقللي العصبية شوية وما فيش مانع إن الدكتور كده يحط السماعة عليك أو يعملك رسم قلب يشوف بس إنها فيش حاجة مرضية وهو غالبا ما فيش حاجة مرضية دي محتاجة تهدي شوية بالنسبة الرجليكي في بعض الأحيان يعني أنت لو بيحصل شدة أو كده ما فيش مانع يعني ممكن يبقى ألم طبيعية روماتيزمية أو كده ممكن لو هي بتزرق أو بتبرد أو بتبقى مثلا بتحمر أو كده ما فيش مانع إن إحنا نشوفك نشوف ده هل الشرايين فيها مشكلة الأولدة فيها مشكلة أو كده لكن يعني ما أقدرش أجزم بحاجة غير لما أشوف الفحص نفس معايا الأستاذ محمد يا حج محمد أنا معاك يا حبيب قلبي أنا معاك أمورني يا حج محمد أنا معاك أعتني معاك للصبح بس أسمعي أنا إيه على فكرة أنا جالي جلطتين بعد كده كمان جلطتين في الإيه؟ في المخ طيب ماشي واخبالك يعني كان عندي دوالي خفيفة في رجلي أيوة واخبالك والدوالي دي على جهال دكتور الجراحة ويعني بأدوية خبالك واخبالك بس عملية تورم بتاع رجلي ده اللي بيدايقني والتورم ما بيروحش إلا ما أخده برشامت المي أيوة عشان أنا عندي بروستاتة اللي بتأثر على كده أه يعني هي البرستاتة هنعالجها واللي هنسيبها تعبانا هنعالجها لكن لو الوظائف الكلا كويسة لا أخدها ما تخافش منها وعالج بس البرستاتة عشان ما حصلش احتباس بول ما يبقاش أنت عندك بروستاتة عاملة احتباس بول وأنا بزود لك البول ومن هنا برضو عشان نكمل كلامنا إننا لو في تجمع سوائل في الساقين أو في القدمين على أي وضع فهو علاجهم واحد اتنين واحد أعالج السبب يعني لو السبب مثلا كبد بشوف إيه السبب وعالجه أدي مقويات أو 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 اتنين لازم أدي مدرات بول تنزل الماء مدرات البول دي أشكال وألوان وأنواع مدرات البول دي في منها بالحقن وفي منها بند وريد أو عضل أو بالنقط أو إن إحنا بند قراص القراص دي فيه كذا أنواع وفيه كذا تركيز دي اللي بيكتبها وبيوصف الكمية وبيوصف كده الدكتور بناء على حالة المريض وبناء على شدة المرض وبناء على المية دي مثلا وصلة لغاية البطن ده فيه ساعات المية يعني من ضمن اللي هو الأنصار كالجنراليزد ممكن تبقى كمان في السدر ممكن تروح الغشاء البلوري كجزء من الغشاء البلوري المحب الرئة كجزء من المية العامة فعشان كده بتبقى طبقا للحالة لو حالة بسيطة بيجي لها المية دي أو السوائل دي لغاية الأنكل كده بسيطة والقلب تعبان ببدأ ان انا ازبط الدنيا بجرعة صغيرة من طبعا بزبط القلب لو القلب فيه ضعف عندي علاج واحد اثنين ثلاثة ومن ضمن العلاج بتاع ضعف عضلة القلب الواحد اثنين ثلاثة دول ان احنا نضيف مدرات طبقا للحالة ممكن اضيف نص قرص بسيط جدا وممكن اضيف لغاية فيه لغاية تركيزات عالية جدا طيب ايه اللي بيحكمني في تركيزات مدرات البول هقولها بعد ما اسمع طاها من اسوان شوص طاها سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم اهلا وسهلا ايوه دي تابع المسال احتباس بول دي هتروح لدكتور المسالك هيبقى عنده اسباب احتباس البول لو هو زكر يبقى ممكن بروستاطا ممكن مشكلة في اليوريثرا يعني في اي حاجة الحالب الحاجات دي ده تابع المسالك البولية احتباس البول ده تابع المسالك البولية تحياتي ليك اه فهنا احنا ايه هي اللي بخاف منه في مدرات البول بخاف في مدرات البول من انها ممكن تعمل لخبطة في الايونات اللي في الجسم زي السوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم اللخبطة دي فانا لازم ابدي بانون بدي بقواعد بدي بضوابط وايه كمان ممكن يؤثر على جرعات المدرات البول وظيفة الكلة لو وظائف الكلة فيها مشكلة مدرات البول ممكن تبوازها اكتر لو وظيفة الكلة فيها كذا بقدر ان انا اتصرف اقول هعمل ايه فمن هنا مش اي دواء بيتاخد والسلام ومش اي دواء بيتاخد في كل الحالات وفيه ادوية بتحافز مثلا على البوتاسيوم وفيه ادوية تانية بتنزل بوتاسيوم كتير وهو البوتاسيوم ده مهم اه مهم جدا بوتاسيوم ده بيزبط مثلا لو نقص ضربات القلب تبقى سريعة جدا 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 ممكن توصل لحالات خطيرة لو هو البوتاسيوم زاد قوي ده ممكن يوقف القلب فالموضوع مش كده يعني مش المريض بيقول انا خدت مدر زي اللي عند اخويا ولا عنده جوزي ولا اللي عند مراتي ولا لا 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 كل حاجة بالقواعد كل حاجة بالقواعد مثلا فيه ناس اللي استجابة الجسم نفسه لمدرات البول بتختلف من شخص لشخص ممكن واحد ياخد نص قرص حاجة بسيطة جدا تركيز بسيط جدا ويجيب كميات بول عالية جدا واكتر من المعتادة وفي واحد تاني ياخد تركيزات عالية وما يجيبش بتختلف من حد لحد فبالتالي فيه قواعد ابدأ بيها جرعة صغيرة ازودها بابقى الدكتور عنده خبرة على قدر التجمع السائل ده لو هو شديد ممكن ابدأ جرعة مثلا حق بالحقن لو هو شديد اوي لا ده انا سعب بدخله مستشفى ومشيله المدر البول بالنقط عشان يجيب نتيجة اعلى وخاصة لو هو كان ماشي على جرعة مدرات بول في البيت الساي مثلا 40 ميلي وما كانتش بتجيب نتيجة فلازم انا ازود لازم انا لما دخله الرعاية ابدأ ان انا ازود الجرعة وابدأ ان انا اعرف هعمل ايه منين اللي هو المية اللي في الساقين دي في احيان بتيجي نتيجة يعني اللي هو جرعات زيادة من الكورتيزون بيبدأ يعمل اللي هو سلط اندوط ريتنشن بيعمل احتجاز للملح والسوائل في الجسم الاحتجاز ده ممكن يرفع الضغط وممكن يزود الاديمة دي ممكن يزودها جدا ممكن كمان بيرفع السكر طبعا وممكن يعني يؤدي لو مثلا عمل سلط اندوط ريتنشن في عيان عنده ضعف عضلة قلب اللي هو احتجاز لمية كتير ممكن يدخل العيان دي في ارتشاح رأو دي حاجة خطيرة وقاطلة ممكن تحدث يعني بعد الشر على الناس كلها فمن هنا العرض ده اعتقد ان احنا كنا محتاجين جدا نعرف يعني ايه تورم ساقين وتورم الساقين ده مش لازم ابدا هي الناس كلها بتربط تورم الساقين بالقلب دايما دايما في العرف المتداول تورم ساقين بالقلب او يقول لك الاوعية الدموية دايما يكون فيه جلطة في الساق لما زبوط كل ده ممكن يكون ساعة تورم الساقين التهاب خلوي بيسموه الحمرة التهاب خلوي اللي ها سلولايتس دي بيحصل للتهاب خلوي ويعمل تورم ساقين وقالم شديدة ولون احمر وبتبقى الرجل بتبقى ساعتها سخنة وبتوجع وتندر وبتوجع جدا وبيبقى ده علاجها مضادة حيوي وعلاج للالتهاب ومضادات للالتهاب فالحقيقة اعتقد ان كتير مننا كان يحب يسمع ان تورم الساقين ده ممكن يكون شئ طبيعي جدا شئ طبيعي جدا زي ما قلت ان الدورة الدموية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ان هي الدم وانت حضرتك واقف يطلع من طرف صبع اصغر صبع في رجلك الى القلب في الناحية اليوم ايه اللي بيخليه يطلع ده ضد الجاذبية الارضية بيطلع ازاي وليه بيطلع نتيجة اختلافات الضغوط في الدورة الدموية ان الدم ان ضغط الدم في الاوزين الايمن ده اقل ضغط دم فبيعمل زي شفط للدم من الاطراف من البريفري رقم اتنين ان فيه حاجة اسمها المسكولر بامب ان العضلات بتاعة الساق لما بتنقبض وبتنبسط بالحركة والرياضة والنشاط والحيوية بتغغط بتعمل سكويز بتعصر الاوردة اللي فيها الدم يطلع لفوق يطلع في المكان اللي ضغطه اقل يبقى فوق ان فيه كمان حاجة اسمها السمامات الهلالية السمامات الهلالية دي بتسمح بمرور الدم الى القلب يعني من طبعا السمامات الهلالية دي موجودة في الاوردة في الاوردة في الاوردة وليس شرعين شرعين ما فيش فيها السمامات الأوردة فيها سمامات الصاق دي بتسمح بمرور الدم من الصاق إلى اتجاه القلب سواء انت واقف يبقى من تحت الفوق سواء انت نايم هيبقى من رجلك إلى قلبك ما تسمحش بالعكس ففي بعض الأحيان مع تقدم العمر ومع كتر الوقفة بيحصل ارتفاع في ضغط الأوردة ده فبيبدأ في بعض الأحيان يحصل تكسير في الثمامات دي يحصل ما يسمى بالدوالي دوالي الصاق يبدأ الدم يتجمع يبدأ الضغط اللي يعلى ده يعمل تمدد في جدر الأوردة بتاعة الصاق لو بيعمل اللون الأزرق أو اللون الأخضر اللي هو بيبقى الدوالي وهو نفسه واقف بيحصل انه طبعا هو خروج السوائل من الدم عشان يعمل اللي هو الإديمة دي أو تورم الصاقين أو تورم القدم أو 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 بيطلع عن طريق الشعارات الدموية لما هي بيبدأ ضغط الدم فيها يزيد سواء النتيجة ما هو الاحتقان بتاع القلب اللي هو الاحتقان العام اللي بيعمل تورم في الصاقين نتيجة ضعف الجزء الأيمن من القلب أو النصف الأيمن من القلب ده بيعمل ايه؟ بيعمل ارتفاع في ضغط السمول هيدروستاتيك بريشر ده فبيبدأ الدم يقوز الفليود يقوز الإكسديت ده يقوز من يعني يخرج من الشعارات الدموية يترصب فيه بين الخلايا يعمل المية والتورم ده فكل ده لما احنا نبقى فاهمين انه على الأقل لما يحصل لك كده ما تخافش قوي بس وفي نفس الوقت ما تخافش قوي واتجه للدكتور أنسب دكتور هيشوفك هو دكتور القلب والأوعية الدموية لأنه هو هيبقى عنده خبرة إذا كان ده من القلب وهيحللك كلا وكب إذا كان فيهم مشكلة هيحولك للمختص وإذا كان فيه دواء زي ما اتفقنا اللي هو مغلقات الكالسيوم هيلفت نظرك إنه فيه نسبة بيحصل فيهم كده ولو أنت مش منزعج ومرتاح عليه أو عندك مشاكل كده الدواء ده مهم جدا ليك ممكن تستمر بدون خوف لو أنت منزعج ممكن نقللهولك لو أنت كذا كذا نغيرلك الدواء خالص لو مثلا فيه سبب فيه الساق نفسها يعمل التورم ده ممكن ما يبقاش سوائل ممكن ما يبقاش اللي هو الإديمة ممكن يبقى التهاب شديد التهاب شديد قلنا زي الحمرة ممكن يبقى التهاب شديد حاجة اسمها التهاب في العضلات نفسها كومبرتمينتال سندروم ده حاجة أخطر شوية ممكن يبقى جلطة في الساق والجلطة في الساق دي حاجة مش هي خالص لسوائل ولا 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 الجلطة في الساق دي بقى بتبقى الساق منتفخة من عند بطن الساق من وراء الرجبة كده لتحت القالف مصل وبتبقى ممكن لونها أحمر وبتبقى تنس تنس يعني مجدودة وبتبقى العيان ما يعرفش يمد رجله وبتبقى دي كلها علامات جلطة ساق ودي علاجها برضو سهل فهو دكتور القلب والأوعاية الدموية بيقدر انه هو يميز هل رجلك الورمى دي دي قلب ولا كلا ولا كب ولا تجمع السلطة ديودة رتنش نتيجة كورتيزون ولا نتيجة الكلسام انتشان بلوكر اللي هي دواء معين اللي هو زي الأملود بن اللي هو أدوية اللي هي اسمها الكلسام انتشان بلوكر أو الفيراباميل أو الألتيازين ممكن بيعمل تورم في الساق إلى حد ممكن يبقى ميلد ممكن يبقى أكتر من ميلد ونسبة قليلة بنسبة للدواء طبعاً احنا أكتر حاجة بنشوفها أنا شخصياً أكتر حاجة بشوفها في تورم الساقين بيبقى يعني أعتقد أن معظم الناس وخاصة بتيجي في العيادة بتبقى ناس مش عندها حاجة قد ما هو بتقف فترات طويلة وبنتمنها وبنقولها ما تخفيش ممكن يبقى السبب التاني أنا شخصياً بقول بالنسبة لنفسي أنا بيبقى اللي هو الاحتقان اللي هو العام نتيجة ضعف عضلة القلب بيعمل تورم في الساقين أيوة بيعمل تورم في الساقين بشوف برضو كتير قوي اللي هو مغلقات الكالسيوم دي مريض جاي اللي بياخد الدواء الفلاني تا 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 دا أنت طلعت عندك أنا عرفت أنت ليه اللي بتاع دا وتوقفوا الرجل بأكواس جداً على فكرة دا لعب في الدكتور اللي كتبه ولا ميزة فيه يعني ولا ميزة في اللي اكتشفه يعني قوي لأنه حاجة معروفة مش يعني مش حاجة اختراع بس المريض طبعاً بيجيب أبي فهو هنا القصة زي ما قلت كده أن العرض بتاع تورم الساقين ما قدرش أعرف به هل إذا كان دا سوائل هل إذا كان دا جلطة في الساق هل إذا كان الاتهاب خلوي هل 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 فمن هنا بقول أن اللي يحس بتورم في الساقين يتجه فوراً للطبيب ودايماً الحاجة في بدايتها بيبقى علاجها سهل مع خالص تحياتي دكتور أحمد البربري استشاري القلب والأوعية الدموية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة